السلام عليكم المعارضة الإيرانية باغتت النظام الإيراني ودخلت إلى عمق الأراضي الإيرانية واستطاعت من كشف مواقع سرية يستخدمها النظام الإيراني في عملية صنع الطائرات المسيرة وأتوا بتفاصيل خطيرة وخطيرة للغاية وإذا ما جئنا إلى تفاصيل هذا الموضوع حتى نعرف شنه هم اللي كشفوا هم كشفوا طبعا عن مواقع تستخدمها ويستخدمها النظام الإيراني في عملية تخزين طائرات المسيرة واطلاق الطائرات المسيرة وهذا عددها عبارة عن سبعة وكذلك مصانع تستخدم في عملية صناعة الطائرات المسيرة كما تحدثنا وكما قلنا وهذا طبعا عبارة عن ثمانية مصانع ولكن المثير في هذا الأمر الذي انكشف به بأنه الإيرانيين يقدرون يصنعون فقط لوحدهم من دون الاعتماد على أحد يستطيعون أن يصمموا خمسين بالمئة من هذه الطائرات المسيرة وانكشف أيضا بأنه هم الإيرانيين أصلا يستلمون من الصينيين ومن الأتراك وكذلك من الكوريين طبعا من كوريا الجنوبية يستلمون المواد الخام ويستلمون المكونات الإلكترونية والمحركات للطائرات المسيرة وغيرها من الأمور اللي هي تشكل خمسين بالمئة من صناعة هذه الطائرات المسيرة حتى يقدرون يصنعون الطائرة المسيرة بشكل متكامل هم أصلا يأخذون من الصين ومن تركيا ومن كوريا الجنوبية هذه المواد بشكل مخالف للغاية لأن هناك عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية على إيران أن هذه أمور تدخل في التسليح وبالتالي هذا يضع هذه الدول وليس فقط إيران يضع هذه الدول اللي هي كوريا الجنوبية وتركيا والصين تحت مطرقة العقوبات في أي لحظة من اللحظات الآن إذا إجينا إلى طبيعة ما كشفته المعارضة الإيرانية من تفاصيل مثيرة للغاية سنلاحظ بأنه هذه الفرشة الكاملة لطبيعة المصانع والقواعد التي تحدثوا عنها إذا من لاحظ اللي باللون الأسود هي توضح المصانع اللي يسون بها الطائرات المسيرة اللي يصنعون بها طبعا الطائرات المسيرة هذه نقطة مهمة وبالنسبة للنقاط اللي تشوفوها اللي هي عليها طائرة مسيرة اللي تبدو وهي تشبه طائرة NQ9 Reaper الأمريكية إنه هذه هي المواقع اللي يخزنون بها الطائرات المسيرة وتنطرق منها الطائرات المسيرة فلذلك هذه اللي هي باللون الأسود إذا ما لاحظنا إنه هناك في طهران أربعة إحنا رح ناخذ طبعا ما رح ناخذ الاثمان مواقع اللي موجودة لتصنيع الطائرات المسيرة رح ناخذ أبرزها طبعا رح ناخذ صناعات القدس الجوية وصناعات فجر وكذلك ركن أبادي ورح ناخذ في محافظة سمنان هناك منشأة مهمة جدا لطائرات المسيرة حتى نعرف هذه التفاصيل فدعنا نبدأ الآن من طهران وتحديدا من غذنفر ركن أبادي اللي هي طبعا غرب العاصمة الإيرانية طهران بهذا الاتجاه إذا ما ذهبنا إليها سنلاحظ بأنه هي موجودة في هذه النقطة خلينا نسوي زوم عليها ونشوفها بشكل أوضح حتى نعرف تفاصيلها سنلاحظ بأن هذه المنطقة كلها هي عبارة عن مصنع للطائرات المسيرة بشكل كبير وبها أقسام كبيرة جدا كل هذه النقاط اللي تشوفوها ولكن أهم الأماكن اللي تصير بها عملية الهندسة للطائرات المسيرة وصناعة المحركات مالتها هي تقع في هذا الاتجاه هذه هي النقاط خلينا نتقرب عليه أكثر حتى نعرف تفاصيلها بشكل أكبر هنا وهذا المبنى الصغير هو يعتبر مقر الإدارة لهذا المصنع كله وطبعا هذه النقطة اللي هي النقطة الثانية والمهمة هذه تصير بها عملية صناعة المحركات وكذلك الكاميرات الخاصة بالطائرات المسيرة وهذا المبنى اللي هو يعتبر الأهم هو اللي تصير بها عملية إنتاج القطع والطائرات المسيرة دعونا الآن ننتقل إلى النقطة الثانية والمهمة اللي هي صناعات القدس الجوية وطبعا صناعات القدس الجوية هذا اللي نشوفه الآن أمامنا هو مطار مهر أباد الدولي اللي موجود طبعا في طهران النقطة وهذا المصنع الذي تحدثنا عنه اللي هو صناعات قدسة جوية هو يقع في هذه النقطة على بعد تقريبا كيلو فاصلة 25 فقط قريب وقريب للغاية ودعونا أيضا نقترب منه ونسوي زوم حتى نشوف هذا الموقع ونعرف تفاصيله هذا هو الموقع الذي نشوفه بالضبط اللي يسوون بعملية صناعة الطائرات المسيرة بشكل عالي ودقيق جدا وهذا طبعا يعتبر حديث موقع حديث لصناعات القدسة الجوية هذه هي طبعا مقر الإدارة وهذه النقطة هي نقطة عملية التصميم يسوون كل التصميم للطائرات المسيرة هنا هذه هي قاعة الاجتماعات وهنا أيضا هذه تعتبر قاعدة الكمبيوتر اللي يستخدموها للطائرات المسيرة وكذلك هذه النقطة الأخيرة اللي هي تعتبر منطقة الفحص الأخير والنهائي للطائرات المسيرة المثير أنه إلى شرق هذا المصنع وعلى بعد تقريبا يعني أقل من نص كيلو متر يقع المصنع الثالث والمهم قريب للغاية وهذا طبعا المكان الذي تحدثنا عنه اللي هو صناعات القدسة الجوية والمصنع الآخر اللي هو صناعات فجر الذي تحدثنا عنه هو أيضا موجود في هذه النقطة لذلك هناك شراكة في هذا المكان ما تتصنع كل الطائرات المسيرة ولكن تصنع بعض أجزاء الطائرات المسيرة في هذه النقطة دعونا الآن نخرج خارج طهران حتى نشوف محافظة سمنان التي هي طبعا تقع إلى شرق طهران هذه هي طهران اللي تشوفوها بهذا الاتجاه وطبعا إذا منشوف سمنان طبعا سنلاحظ بأنها هي تقع بهذه النقطة مسافة ليست بالقريبة ولكن دعونا نقترب من هذه المحافظة المهمة والمدينة المهمة وسنلاحظ بأن هذه المنشأة سمنان تحديدا للطائرات المسيرة هي تقع في هذه النقطة مع التركيز على هذه المصانع اللي هي تصير بها عملية الإنتاج والتصميم لقطع الطائرات المسيرة وليس الطائرات المسيرة دعونا نشوف هذا الموقع بشكل قريب وهذا هو الموقع اللي طبعا عرضته المعارضة الإيرانية واللي كشفت عنه وطبعا هذا المكان تحديدا هو ينقل قطع الطائرات المسيرة إلى شرق إيران وإلى غرب إيران المهمة ماتة أنه يساون بالطائرات اللي هي تعتبر طائرات خفيفة وطائرات صامتة من أجل تأمين الحدود الشرقية والحدود الغربية ترسل هذه القطع للطائرات المسيرة إلى هذه المناطق وبعدها يتم تجميعها في المصانع التي تحدثنا عنها أو القواعد انصح التعبير اللي تصير بها عملية تخزين الطائرات المسيرة وإطلاق الطائرات المسيرة هسا إحنا شنو علاقتنا بهذا الموضوع وين نربط بهذه القضية دعونا نذهب ونعود إلى الخارطة والفرشة التي عرضتها المعارضة الإيرانية سنلاحظ أنه كرمنشاه بايس اللي هي قاعدة كرمنشاه هي أقرب نقطة بالنسبة للعراق والمعارضة نفسها هي كشفت بأن هذه الطائرات المسيرة هي تدخل برا إلى العراق منقطع ومن طائرات كاملة تدخل برا إلى العراق وهذه أقرب نقطة طبعا اللي هي قلنا عنها الكرمنشاه بايس اللي هي ممكن جدا أن تكون هي النقطة المرشحة للدخول إلى الداخل العراقي لماذا؟ لأنه هي كل اللي تبعده هذه طبعا الأراضي الإيرانية وهذه هي الأراضي العراقية هذه هي طبعا كرمنشاه بايس اللي هي تبعد فقط عبارة عن 161 كيلو متر حتى تدخل إلى الأراضي العراقية وطبعا اللي كشفوه أيضا بأنه المعسكر اللي دي يستقبل الطائرات المسيرة بالإسم ذكر طبعا هو هذا المعسكر اللي هو معسكر أشرف سابقا واللي اسمه الآن معسكر أبو منتظر المحمداوي هذا معسكر قصف فيه السابق من قبل طيران مجهول في عام 2019 وطبعا يقولون بأن كل هذه القطع والطائرات تدخل إلى هذه النقطة والمشكلة بهذا النقل قد يقول البعض يعني ما المشكلة في دخول هذه الطائرات المسيرة مشكلة أنه الولايات المتحدة الأمريكية معاقبة هذا الأمر وامراقبة هذا الأمر وهنا يطرح السؤال الآخر والمهم لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تسمح لإيران بنقل الطائرات المسيرة والقطع المسيرة إلى هذا المعسكر وهذه النقطة اهتمت بها طبعا الول ستريت جونال يوم أمس وقالت الآتي شوف شنو اللي قالته إيران تستغل ثغارات في نظام الرقابة العالمي يسمح لها بنقل طائرات الدرونز على الميليشيات التي تنفذ أجندتها بالشرق الأوسط واضح الآن المعارضة الإيرانية وضعت خارطة كاملة لهذه الأهداف واضح أن لديها هدف بأن هذه الأهداف أيتها الولايات المتحدة الأمريكية أمامك وكذلك يا إسرائيل أو أي طرف يعادي إيران تعالوا اضربوها وطبعا أيضا التوقيت مثير للغاية هذا التوقيت هو يأتي في ظل تصريحات من مستشار الأمن القومية الأمريكي جيك سولوفن بلقاء بمستشار الأمن القومية الإسرائيلي مؤخرا يعني قبل بيوم فقط من عملية كشف هذه المواقع وتحدثوا بشكل واضح وصريح وقالوا الأمريكان للإسرائيليين بأن الدبلوماسية هي الأمر اللي إحنا ملتزمين به ولكن في حالة فشل الدبلوماسية والمفاوضات بالنسبة أنه ستكون لدينا خيارات أخرى لم يتحدث عن طبيعة هذه الخيارات وما ممكن أن يكون حرب ضرب أو عقوبات وتكثيف لهذه العقوبات ولكن أيضاً المثير أن هناك زيارة لوزير الخارجية الإسرائيلي الأسبوع القادم إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما كشفت أكسيوس ديريدوني ناقشون قضايا إيران والمشكلة أن وزير الخارجية الإسرائيلي هنا هو قادم من البحرين كانت عدة اجتماعات في البحرين أيضاً أعلن عنها بشكل رسمي بأنهم اتفقوا على قضية مواجهة الدرونز والطائرات المسيرة وعلينا أن لا نستهين بطبيعة هذه التفاصيل وهذه المواقع التي كشفتها المعارضة الإيرانية لسبب مهم للغاية أن هذه المعارضة هي نفسها هي التي كشفت بال2007 عن موقع منشأة نتنز النووية إلى العالم قبل ما أي أحد يعرف بها وبعد ذلك ضربت منشأة نتنز كما ذهبت الاتهامات إلى إسرائيل بأنها هي التي تسببت بهذه الضربة لذلك هناك أهداف كثيرة جداً من الصواريخ البارستية والطائرات المسيرة وغيرها حتى من المشآت النووية أصبحت مكشوفة ومكشوفة للغاية وواضح بأن شبكة الجواسيس عالية جداً من جميع الأطراف في الداخل الإيراني شكراً للمشاهدة